بسم الله الرحمن الرحيم إخواني مهندسي الشبكات بالعالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب فيكم أنا أخوكم حسن صالح مرشد في الفيديو الواحد والعشرين من سلسلة فيديوهات دورة النتورك بلس موضوع الفيديو رح نتكلم فيه عن الإصدار السادس لبروتوكول نقل البيانات تي سي بي آي بي وأنا حبيت أفرد له فيديو مستقل لأنه في الكتاب كان بيتم ذكر الإصدار السادس مع الإصدار الرابع لكن لكي لا تحدث زي ما نقول خلط في الأمور فحبيت الأول نستوعب التي سي بي آي بي كإصدار رابع وبعد كذا ننتقل إلى التي سي بي آي بي في الإصدار الجديد الإصدار السادس ومواضيع تي سي بي آي بي الإصدار السادس قسمتها إلى جزئين الجزء الأول والجزء الثاني لكي تكون الفيديوهات متوسطة ويكون استيعابها بشكل أفضل نبدأ المقدمة ظهرت شبكة الإنترنت للاستخدام المدني عام 1983 وكان هذا العام هو ظهور شبكة الإنترنت بشكل عام والاستخدامات المدنية والإنترنت والتي هي جزء من عالم الاتصالات وعالم الاتصالات بشكل عام يحتاج إلى بروتوكولات لضمان الاتصال بشكل صحيح ووصول المعلومات إلى وجهتها بأسرع شكل ممكن فمثلاً عندما نقوم بإدخال عنوان ياهو اللي هو www.yahoo.com فمن المفترض أن تظهر لنا صفحة ياهو وليس جوجل البروتوكول الذي يقدم لنا نجاح عملية الاتصال وبأعلى سرعة ممكنة في شبكة الإنترنت هو بروتوكول TCBIB وهو فعلياً ليس بروتوكول وإنما Suite Protocol لأنه يحتوي على مجموعة بروتوكولات تعمل معاً ومتوزع ضمن طبقات لتحقق نجاح عملية الاتصال بالإنترنت بدأ علماء تطوير الشبكات باختراع TCBIB عام 1969 عندما قامت وزادة الدفاعة الأمريكية بعمل أول شبكة كمبيوتر وكانت تطلق عليها Arbanet والTCBIB مثله مثل باقي التقنيات والبروتوكولات يمر بمراحل تطويرية وبالتالي يمر بإصطارات كل إصطار في مميزات جديدة وحلول لمشاكل كانت موجودة في الإصطار الذي قبله وعندما ظهرت شبكة الإنترنت للاستخدامات العام عام 1983 كانت TCBIB وصل إلى الإصطار الرابع لذلك شبكة الإنترنت لم تتعامل مع الإصطار الأول والثاني والثالث وإنما تعاملت مباشرة مع الإصطار الرابع وأثناء عمل الإصطار الرابع للTCBIB توسعت شبكة الإنترنت بشكل سريع وأصبحت هذه الشبكة تغطي الكرة الأرضية وعدد المستخدمين لشبكة الإنترنت وصل المليار شخص حول العالم وفي ازدياد وبالتالي كان لابد من تطوير للTCBIB Suite Protocol لكي يستطيع أن يواكب التطوير الحاصل لشبكة الإنترنت حيث تم تطوير الTCBIB للإصطار الخامس ولكن أثناء ذلك ظهر الإصطار السادس كإصطار متطور عن الإصطار الخامس وبالتالي تم اعتماد الإصطار السادس لكي يكون خليفة الإصطار الرابع للTCBIB ليعمل في شبكة الإنترنت وتم تجاهل الإصطار الخامس إذن كما يتضح لنا فالإصطار الأول والثاني والثالث والخامس لم تعمل وتستخدم في شبكة الإنترنت والإصطارات التي عملت مع شبكة الإنترنت هي الإصطار الرابع والسادس بسبب توسع شبكة الإنترنت ظهرت هناك مشاكل في عمل الإصطار الرابع للTCBIB وقام بحلها الTCBIB للإصطار السادس بالإضافة إلى وجود مميزات جديدة أضيفت إلى الTCBIB للإصطار السادس ولم تكن طبعا موجودة في الإصطار الرابع حلول هذه المشاكل والمميزات سوف تظهر لنا عن طريق المقارنة بين الTCBIB للإصطار الرابع والTCBIB للإصطار السادس وهذه الفروق هي كالتالي نبدأ بالفرق الأول الفرق الأول وهو حجم عنوين المنطقية في الإصطار الرابع هو 32 بيت مقسمة على أربع خانات يطلق على الخانة أكتت وحجم الأكتت الواحد هو 8 بيت وكل خانة بتحتوي على رقم تبدأ من صفر كأقل قيمة و255 كأعلى قيمة ويفصل بين الأكتت أربع أو عفوا نقطة تسمى بدوت مثال على الإي بي آدلس في الإصطار الرابع عندنا هنا 192.168.1.0 أربع خانات كل خانة بحجم 8 بيت فيكون المجموع 32 بيت أما في الإصطار الثالث فحجمه أربع أضعاف حجم العناوين الإصطار الرابع حيث أن حجمه هو 128 بيت أي ما يقارب 16 بيت مقسمة على ثمانية خانات وزي ما احنا شايفين عندنا خانة خانتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ويفصل بين كل خانة نقطتين فوق بعضهما البعض يطلق عليهما مصطلح مثال زي ما احنا شايفين أمامنا 2001.1234.5678.9.1.2.3.4 الفرق الثاني الفرق الثاني مشتق من الفرق الأول وهو أنه بسبب الإختلاف الكبير في حجم العناوين المنطقية فيما بين الإصطار الرابع والإصطار السادس وبالتالي سوف يصبح عدد العناوين التي يقدمها كل إصطار يختلف عن الإصطار الآخر فالإصطار الرابع للعناوين المنطقية بيقدم لنا عدد أربعة مليار ومائتين وأربعة وتسعين مليون وتسعمية وسبعة وستين ألف وميتين وستة وتسعين عنوان أما الإصطار السادس فبيقدم لنا 300 أو أكثر من 340 تريليون 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 عنوان منطقي بحيث لو تم توزيع على سكان الكرور الأرضية فسوف يحصل كل شخص على أكثر من 5000 عنوان والسبب في هذا العدد الكبير من العناوين هو أن العالم يتجه بشكل سريع إلى استخدام شركة الإنترنت فمع زيادة الكمبيوترات التي تتصل بالإنترنت دخلت أيضا الجوالات في الخط وأصبحت تتصل بالإنترنت وبدأت المنازل الذكية التي تتصل بالإنترنت بالإزدياد بحيث تستطيع الاتصال بمنزلك في أي مكان في العالم والتحكم فيه مثل تشغيل أو إطفاء الكهرباء التخول على كاميرا المراقبة في المنزل إطفاء أو تشغيل الثلاجة وغيرها الكثير من التحكم في داخل المنازل الذكية وقد تصل إلى أن كل جهاز في المنزل يملك عنوان عام خاص فيه ليتتمكن من الاتصال به والتحكم به عن بورد بالإضافة إلى تزايد عدد الشركات التي تستخدم شركة الإنترنت في عملية ربط الفروع ببعضها البعض عن طريق الفي بي ان هذا الاستخدام الواسع لاستخدام شركة الإنترنت في الوقت الحالي والمستقبلي يبرر الحاجة الكبيرة للعناوين المنطقية أو الـ IP Addresses الفرق الثالث يوجد في الـ TCP IP الإصطار الرابع ثلاث أنواع في عملية إرسال البيانات وهي عندنا الـ Unicast وهي عملية إرسال جهاز أو إرسال بيانات من جهاز إلى جهاز محدد سواء كان في داخل الشبكة أو في شبكة أخرى زي ما احنا شايفين هنا الصورة الـ Unicast عندنا هذا جهاز موجود في الشبكة يقوم بإرسال البيانات إلى مثلا هذا الجهاز 192.168.1.1 يقوم بإرسال البيانات مثلا إلى الجهاز 10.00.1 عنده رح يتم إرسال البيانات بشكل مباشر إلى هذا الجهاز بغض النظر عن أي جهاز آخر ولن يستلم هذه البيانات إلا الجهاز صاحب العنوان المرسل إليه هذه الطريقة تسمى بـ Unicast الطريقة الثانية في عملية إرسال البيانات الموجودة في الـ TCB IP الإستار الرابع هي الملتيكاست أو البث المتعدد البث المتعدد وهي تعني إرسال البيانات إلى مجموعة أجهزة في داخل الشبكة دون سواها فزي ما احنا شايفين أمامنا في الصورة عندنا جهاز يرسل بيانات إلى مجموعة أجهزة تتشارك معه في نفس عنوان البث المتعدد الملتيكاست IP Address دون سواها فمثلا ممكن يكون عندنا هنا عنوان 200.24.00.9 فاكلنا العنوان هذا المين لبروتوكولات أو للراوترات التي تستخدم بروتوكول الرب بالإستار الثاني كلها راح تكون ضمن هذا العنوان وبالتالي عندما يتم إرسال بيانات إلى أي جهاز راح يرسل بيانات إلى هذا العنوان سوف تصل فقط إلى مثلا الراوترات الموجودة في داخل الشبكة والتي تعمل ببروتوكول التوجيه الرب بالإستار الثاني دون سواها من الراوترات الأخرى الموجودة معها في الشبكة الطريقة الثالثة في عملية إرسال البيانات الموجودة في التي سي بي آي بي لإستار الرابع وهي البروتوكاست وهو يعني إرسال البيانات إلى جميع الأجهزة في داخل الشبكة زي ما احنا شايفين هنا الصورة بروتكاست جهاز واحد راح يرسل البيانات لجميع الأجهزة الموجودة في داخل الشبكة في الإستار السادس التي سي بي آي بي الإستار السادس يوجد أيضا ثلاث طرق في عملية إرسال البيانات وهي اليوني كاست وهي نفس التعريف اللي عرفناه في الإستار الرابع وعندنا المالتي كاست هو نفسه الموجود في الإستار الرابع والبروتكاست تم إلغاؤه وتم استبدال البروتكاست بيوني عفوا بالمالتي كاست فتم استخدام عناوين في المالتي كاست بتؤدي نفس غرض البروتكاست زي ما راح نشوف لاحقا فمثلا عندنا عنوان آي بي مالتي كاست اللي هو الاف ف زيرو اثنين دبل كولن يعني النقطتين فوق بعض مرتين نطلق عليها دبل كولن واحد هذا العنوان هو عنوان يعادل طبعا هذا عنوان مالتي كاست يعني بس متعدد هو يعادل العنوان ميتين وخمسة وخمسين ميتين وخمسة وخمسين ميتين وخمسة وخمسين اي جهاز في الشبكة راح يرسل بيانات بهذا العنوان اللي هو FF02 دبل كولن واحد سوف تصل لجميع الازلزة في داخل الشبكة ولكن كأنها مالتي كاست وليس كبروتكاست النوع الثالث من أنواع إرسال البيانات المعتمد لدى TCB IP الإصدار السادس هو نوع جديد يسمى الاني كاست والاني كاست تعتبر تقنية جديدة في نقل البيانات والتي توفر لنا سرعة أكبر في عملية نقل البيانات مما يوفر لنا في سرعة الشبكة ويفيدنا الاني كاست في عملية البكب إلا أنه فعليا مشتق من اليوني كاست ولكنه يمتاز عن اليوني كاست بخاصية التسامح عند حدوث الخطأ وعشان نقدر نفهم هذه الخاصية خليني نضرب المثال التالي ممكن هنا تكون الصورة مش واضحة فأنا سويت صورة أوضح ومتخصصة في التكلم عن تقنية الاني كاست مثلا لو كان لدينا سيرفر خاص بالشركة وهذا السيرفر عليه معلومات مهمة ولا يستغنى عنه الموظفين في داخل الشركة ولأهميته ما ينفعش أنه يصبح داون أو لا يعمل أو ينقطع عن العمل لأن ذلك سوف يؤدي إلى تعطيل العمل في داخل الشركة وبالتالي لابد من عمل بكب في حال سيرفر احتياطي في حال سقوط السيرفر الرئيسي يعمل الاحتياطي لكي يصبح الخادم أو السيرفر متوفر في الشبكة طوال الوقت هنا بتفيدنا تقنية الاني كاست حيث أننا سنقوم بوضع عنوان منطقي الاسطار السادس اللي هو الIP version 6 address واحد لكل السيرفرين السيرفر الأول هو الأساسي والسيرفر الثاني هو الاحتياطي الآن كل السيرفرين سوف يكون لهم نفس العنوان الخاص بالاسطار السادس الآن سيقوم المستخدمين أو المستخدم مثلا خلينافترض الموجود في الجهاز رقم واحد PC1 سوف يقوم بطلب أو الاتصال بالسيرفر عن طريق كتابة الIP address الخاص بالسيرفر سيصل الطلب إلى الراوتر رقم 4 المتصل معه الجهاز رقم واحد والذي يمثل له البوابة الخارجية للشبكات الأخرى هنا كلا السيرفرين يعملان وكلاهما بنفس الIP address أو العنوان المنطقي ومع ذلك سوف يقوم الراوتر 4 بإرسال البيانات إلى الراوتر واحد ومن الراوتر واحد إلى السيرفر واحد في سؤال كلاهما يملكان نفس العنوان أو نفس العنوان فلماذا لم يوجه الراوتر 4 الطلب إلى الراوتر 3 ومنه إلى الراوتر 2 ومنه إلى السيرفر رقم 2 الجواب هو بسبب أن الانيكاس يعتمد على القاعدة التي تقول أن إرسال البيانات والاتصال سوف يكون لأقرب جهاز مرسل إليه يعني جهاز الـ destination الأقرب للسورس والسورس هنا البي سي واحد أو الجهاز رقم 4 هو الذي يرسل البيانات إذن جهاز السيرفر الأقرب هو الذي سوف يتم إرسال البيانات إليه ولا طبعا هنا فبالتالي الراوتر 4 أو من خلال تقنيات الانيكاس تم حساب أنه السيرفر رقم 1 أقرب للبي سي واحد منه إلى السيرفر 2 الآن لو حصل مشكلة للسيرفر رقم 1 حصلت فيه مشكلة وأصبح متعطرة للعمل مثل أن الهاردسك اللي فيه انحرق أو أن مزود الطاقة الخاص فيه توقف عن العمل أو حصلت فيه مشكلة في الكهرباء إلى آخره الآن لو حصل أن السيرفر رقم 1 أصبح لا يعمل عندها سوف يتم تحويل الاتصال إلى السيرفر رقم 2 سوف يتم تحويل للطلب الخاص بالجهاز رقم 1 من السيرفر رقم 1 سيتم تحويله إلى السيرفر رقم 2 بشكل مباشر وهذه العملية ستأخذ ثواني معدودة ولن يشعر بها المستخدم الموجود في الجهاز رقم 1 وسيظل متصل مع الجهاز رقم 2 حتى يعود السيرفر رقم 1 إلى العمل عندها سوف يتم تحويل الاتصال إلى السيرفر رقم 1 بشكل أوتوماتيكي دون تدخل من نحن كمهندسي شبكة وأيضاً ستتم في ثواني معدودة لن يشعر بها مستخدم الجهاز رقم 1 إذن هذه كانت فكرة الاني كاست لو رجعنا فقط للسابق الحين ممكن تكون الصورة واضحة عندنا هنا الجهاز يريد إرسال البيانات مثلاً إلى جهاز معين أو سيرفر معين هذه الأشهزة الثلاثة زي ما احنا شايفين تملك نفس العنوان ولكن البيانات رح يتم إرسالها إلى الجهاز الأقرب للمرسل إلى البيانات واللي كان هذا الجهاز هو الأقرب طبعاً في بعض كثير من المهندسين لما بيشوفوا يعني واللي يعتبروا مثلاً أو الطلاب أو اللي يعتبروا جديدين على مجال الإصطار السادس للتي سي بي آي بي الإصطار السادس بيعتبروا عندما سمعوا بالإني كاست اعتبروا أنه هو البديل للبرودكاست بحيث سمعوا أن البروودكاست تم إلغاءه وتم إضافة الإني كاست فتوقعوا أن الإني كاست هو بديل للبرودكاست وهذه معلومة خاطئة لأن البرودكاست فعلياً تم استبداله بالمالتيكاست والإني كاست هي طريقة زي ما شفناها في عملية تبادل البيانات تعتبر طريقة جديدة لم تكن موجودة في الإصطار الرابع وإنما تم ابتكارها في الإصطار السادس الفرق الرابع وهو في الـ TCB IP الإصطار الرابع كان يوجد لدينا في الـ TCB IP الإصطار الرابع هيدر ثلاث حقول طبعا الـ هيدر اللي هو البيانات اللي تم إضافتها من قبل بروتوكول الـ IP كان لدينا ثلاثة حقول طيب كان يوجد لدينا ثلاثة حقول موجودة في الـ Ethernet هيدر عندنا هنا مثلا الـ CheckSum هذا حقل زي ما احنا عارفين يجري عملية حسابية على البيانات قبل إرسالها وبعد كده يستنتج منها قيمة رقمية القيمة الرقمية بيضحها في داخل حقل موجود في الـ TCB وفي الـ IP هيدر وفي الـ Ethernet هيدر يعني الحقل تشيكسم موجود في الثلاثة أنواع من تغليف البيانات تمام؟ بحيث أن المستقبل للبيانات يقوم بإجراء نفس العملية الحسابية على البيانات ويقارن القيمة التي قام باستنتاجها بالقيمة الموجودة في خانة تشيكسم إذا كانت متطابقة عندها قبل البيانات وإذا لم تكن متطابقة فذلك يعني وجود مشكلة في داخل البيانات المستلمة وعندها سيقوم بحذفها وطلب إعادة إرسالها أما في الـ TCB IP الاسطار السادس فتم حذف التشيكسم أو خانة التشيكسم من الـ IP هيدر أو من عملية تغليف الـ IP هيدر وذلك لأنه سوف يتم الاعتماد على التشيكسم الموجود في الـ TCB هيدر والموجود أيضا في الـ Ethernet هيدر وذلك لأنه وجدوا أنها مكررة سواء التشيكسم موجودة في الـ TCB وموجودة في الـ Ethernet هيدر فشافوا أنه ما في داعي أنها تكون موجودة ومكررة في الـ IP هيدر فيكفي أنه سنعتمد على التشيكسم الموجود في الـ TCB والتشيكسم الموجود في الـ Ethernet هيدر الفرق الخامس فيما بين الإصطار الرابع والإصطار السادس وهو أنه لوضع عنولة الأجهزة الموجودة لدينا في داخل الشبكة ففي عندنا هنا في الإصطار الرابع يوجد لدينا الـ Static والـ Static هي تعني أن يقوم مهندس الشبكة بالدخول على كل جهاز وكتابة عنوان الخاص به بشكل يدوي وعندنا الطريقة الثانية هي الـ Dynamic وهي تكون من خلال تنصيب وتشغيل DHCP Server هذا الـ DHCP Server سيكون مهمته توزيع العناوين بشكل تلقائي على الأجهزة الموجودة في داخل الشبكة وعندنا نوع الثالث وهو الأبيبة الأبيبة كما نعرف إذا قمنا بإعداد الأجهزة الخاصة بالمستخدمين قمنا بإعدادها أنها تقوم وتحصل على عنوانها من خلال الـ DHCP Server وعندما اشتغلت هذه الأجهزة وتم اتصالها بالشبكة بحثت عن الـ DHCP Server ولم تجده مثل الـ DHCP Server معطل ولا يعمل أو لم يتم تشغيله بعد في داخل الشبكة عندها سوف يقوم أو تقوم الأجهزة التي تم إعدادها على أن تحصل على عنوانها من الـ DHCP بإنشاء عنوان خاص فيها هذا العنوان يطلق عليه الأبيبة وهو من الـ Class B وهو 168 209 من الأبيبة اللي هو 169 204 50 بعد كذا الخانتين الثانية بتكون لصالح عنوانة الأجهزة فبالتالي تقوم الأجهزة زي ما شفنا بإنشاء عنوانها بشكل تلقائي هذه العنوان ممكن الأجهزة المتشاركة في عنوانها الأبيبة ممكن أنها تتبادل البيانات فيما بينها البين عندنا هنا طريقة عنوانة الأجهزة في داخل الإصطار السادس بتكون إما أوتو وهي نفس فكرة الأبيبة فسيطلق عليها أوتو وهو أن يقوم الجهاز بشكل تلقائي بأن يكون العنوان الخاص فيه في داخل الشبكة الطريقة الثانية هي الأستاتيك وهي أن يقوم مهندس الشبكة بالدخول على كل جهاز موجود في الشبكة ووضع العنوان بطريقة يدوية الطريقة الثانية هي الديناميك والتي تتم من خلال طبعا جهاز الديي سي بي ويقوم هو الديي سي بي بتوزيع العنوان على الأجهزة الموجودة معه في الشبكة الفرق السادس أنه كان يوجد لدينا في الديي سي بي الإصطار الرابع وتحديدا طبعا في تغريف البيانات الاي بي كان يوجد حقل اسمه الأوبشن حقل الأوبشن هذا حقل ممكن نحن من خلاله مثلا نفعل أشياء إضافية غير موجودة في تغليف البيانات أو الحقول الموجودة في تغليف البيانات الاي بي بحيث هذه الأشياء الإضافية نفعلها مع تغليف الاي بي مثل مثلا الاي بي سيكيوريتي مثلا هذا نوع من أنواع الحماية وتشفير البيانات هنا تم استبدال الأوبشن أو حقل الأوبشن بما يعرض بالإكستينشن هيدر وهي أن يتم تغليف البيانات بتغليف إضافي في حال أن احنا احتجنا أشياء إضافية نفعلها على بروتوكول أو على تغليف الاي بي في داخل التي سي بي آي بي الاسطار السادس طيب عندنا هنا الفرق السابع الفرق السابع وهو أنه في التي سي بي آي بي الاسطار الرابع في بروتوكول الآي بي في الهيدر الخاص به كان يوجد حقل يسمى الفريغمنت أوفيست والفريغمنت أوفيست يتم فيه عملية التجزئة أخرى بالإضافة إلى عملية التجزئة التي تحدث في الادنتفيكيشن فيلد بحيث لو كانت الباكتز كبيرة الحجم ولا تستطيع جهزة الشبكة التعامل معها فيتم تجزئتها إلى مجموعة باكتز أصغر لذلك لا بد من عمل ترقيم لكل باكتز ليتمكن الجهاز المستقبل لهذه الباكتز أن يقوم بإعادة جمعها وتكوين الباكتز الأصلية قبل أن يتم تجزئها إذا كان حجم الباكتز ما زالت أكبر من المسموح له عند الأجهزة الموجودة في الشبكة يتم تجزئتها مرة أخرى وترقيمها في خانة الفريقمنت أوفيس وعملية التقسيم في الفريقمنت أوفيس تتم من خلال الراوتر المرسل أو المستقبل للباكتز أما في التي سي بي آي بي لإصطار السادس فتم إضافة هذه العملية أو تم حذفها تم حذف حقل الفريقمنت أوفيس وضمه في الإكستينشن هيدرز ويقوم بعمله فقط الراوتر الذي يرسل البيانات بحيث أنهم اعتبروها عملية تعتبر إضافية ممكن وضعها في الإكستينشن هيدر والإكستينشن هيدر في التي سي بي آي بي لإصطار السادس هو يتم استخدامه للعمليات الإضافية وغير الأساسية الاختلاف الثامن في التي سي بي آي بي لإصطار الرابع وهي أن التي سي بي آي بي لإصطار الرابع يستخدم بروتوكول الارب بروتوكول اللي هو Address Resolution Protocol أو بروتوكول إيجاد العناوين ويستخدم هذا البروتوكول في داخل الشبكات المحلية ووظيفته هو إيجاد الماك أدرس أو العنوان الفيزيائي عن طريق الـ IP Address اللي هو العنوان المنطقي اللوجيكل لجهاز المرسل إليه البيانات إذن وظيفة هذا البروتوكول أنه عندما يريد جهاز في داخل الشبكة الاتصال بجهاز آخر في الشبكة عن طريق الـ IP Address فيقوم الارب بروتوكول في إجراءات الخلفية للشبكة بالبحث عن الماك أدرس للجهاز الخاص بهذا الـ Destination والذي نريد إرسال البيانات إليه أما في الـ TCP IP الإصطار السادس فقد تم استبدال الارب بروتوكول وتم استبداله بالمالتيكاست نيبر سولي زياشن وهو نفس فكرة الارب بروتوكول من ناحية أنه يقوم بإيجاد عنوين الماك أدرس لجهاز بناء على العنوان المنطقي الـ IP Address للإصطار السادس الخاص بهذا الجهاز والفكرة في استبداله أن الارب بروتوكول يستخدم البرودكاست وبما أن البرودكاست كطريقة إرسال لم تعد موجودة في الـ TCP IP الإصطار السادس وبالتالي تم استبدالها بالمالتيكاست نيبر سولي زياشن والتي تعتمد على فكرة إرسال أو البحث عن الماك أدرس بطريقة المالتيكاست بدلا من البرودكاست الفرق التاسع وهو أنه بسبب أن عدد الـ IP Addresses في الـ TCP IP الإصطار الرابع عددها كان أكثر من 4 مليارات عنوان ولكن هذا العدد لم يكن يكفي التوسع الكبير في عالم الشبكات بشكل عام والإنترنت بشكل خاص فتم استخدام تقنيات لإبطاء عملية نفاذ العنوين وهذه العمليات متمثلة في الفيلس طبعا الفيلس M وغيرها فأصبحت طبعا غير موجودة بس هذا مو هنا في الفرق التاسع طيب الفرق التاسع الموجود هنا هو العشوائية في التوزيع العشوائية في التوزيع اللي كانت بتحصل في الـ IP الإصطار الرابع وذلك كان يتم من خلال أن منظمة الآيانة في بداية نشأة الإنترنت لم تكن تتوقع أنه رح يحصل إقبال كبير على هذه الشبكة وبالتالي عندما كانت توزع عناوين الإصطار الرابع على شركات الاتصالات حول العالم وزعتها بعشوائية وبغير ترتيب لعملية التوزيع مما أدى إلى مشكلة وهي زيادة حجم جداول التوجيه وأصبح هناك عشوائية عندنا هنا حاجة في بروتوكول التوجيه اسمها وهي إختصار المجموعة العناوين إلى عنوان واحد ولكن لكي تتم هذه العملية يجب أن تكون جميع العناوين مرتبة وبما أن العناوين التي تم توزيعها حول العالم في الخاصة بالإصطار الرابع لم تكن مرتبة وبالتالي لم يكن هناك طريقة لتنفيذ عملية أو عملية خفاظ للعناوين في داخل جدول التوجيه أما في البروتوكول الإصطار السادس فقد تعلمت الآيانة من هذا الدرس وقامت بعملية توزيع مرتبة للعناوين مثلا القارة الفلانية لها العناوين الفلانية القارة مثلا آسيا لها عناوين فلانية وهكذا مما أدى إلى عملية ترتيب في توزيع العناوين وليس توزيعها بشكل عشوائي الفرق العاشر وهو أن الإصطار الرابع أو عنوين الإصطار الرابع بيتم كتابتها عن طريق الدسيمل وهي طريقة أو النظام العشري واللي تكلمنا عنه اللي بيبدأ من صفر حتى تسعة أما الإصطار السادس فبيتم كتابته بطريقة الهيكسا ديسيمل أو النظام السادس عشري الفرق الحادي عشر وهو أن الإصطار الرابع بيستخدم السابنت ليحدد الجزء الخاص بالشبكة والجزء الخاص بالأجهزة أو عنوانة الأجهزة في داخل الشبكة وطبعاً يوجد لدينا نوعين، النوع الأول هو اللي هو القلاسفول أي أنه الديفولت الديفولت يتم توزيع مدى الأي بيهات على القلاسلس وكل كلاس يملك الـ Default Subnet حيث كما نعلم يوجد لدينا خمسة كلاسات ثلاثة منها يستخدم في عملية العنوانة عندنا هنا مثلا الشبكات في الـ Class A بتاخد ثمانية بيت عنوانة الشبكات في الـ Class B بتاخد ستعشر بيت عنوانة الشبكات في الـ Class C بتاخد أربعة وعشرين بيت هذه تعتبر الـ Class Full أو اللي هي على القيمة الـ Default والمعروفة لدينا هنا الـ Classless واللي احنا عارفينها واللي بتتم إما من خلال الفيرس M أو الـ Subneting وهي تغيير هذه العنوان بزيادتها فمثلا ممكن عنوان من الـ Class A يمتلك مثلا 9 بيت 10 بيت عنوان من الـ Class B يمتلك بدل 16 يمتلك 20 22 مثلا بيت يعني قيمة الـ Subnet الخاصة بالشبكة بتكون مختلفة عن الـ Subnet اللي هي معروفة واللي هي محددة لكل Class في الـ IPv6 بيتم استخدام مصطلح مختلف عن الـ Subnet وهو الـ Perfect حيث من خلال الـ Perfect يتم تحديد الجزء الخاص بالـ Network ومن خلاله نستطيع استنتاج الجزء الخاص بعنوانة الأجهزة في داخل هذه الشبكة طيب طبعا هنا مكرر السابق هنا كان 11 هنا الفرق الثاني 10 ستكرنا بعض الحقول اللي تم حذفها أو استبدالها لكن هنا راح نوضحها بشكل أوضح راح نتكلم عن مقارنة بين الـ Header أو تغليف البيانات الخاص بالـ IP في الإصطار الرابع وتغليف البيانات الخاص بالإصطار السادس الإصطار الرابع نتكلمنا عنه وعندنا 13 حقل يتم فيه تغليف البيانات أما في الإصطار السادس فهو فعليا تم تقليلها حيث أصبحت 1 2 3 4 5 6 7 8 حقول تم تقليلها من 13 حقل موجود في الإصطار أو تغليف الإصطار الرابع إلى 8 حقول أو 8 خانات موجودة في الإصطار السادس وحجمه طبعا يتكون زي ما ذكرنا من 8 حقول وهي كالتالي عندنا الحقل الأول اللي هو الفيرجن لاحظوا للون برتقالي هو نفسه متساوي مع الحقول الموجودة في الإصطار الرابع وللون وردي هذه حقول تم إلغاءها ولن تعود موجودة في الإصطار السادس الحقول الزرقاء وهي لحقول تم هي موجودة ولكن تم تغيير اسمها ومكانها في الإصطار السادس والحقول اللي هي الرمادية هي حقول جديدة تم إنشاءها في الإصطار السادس نبدأ بالحقل الأول اللي هو الحقل الفيرجن أو الإصطار وهو يحدد نوع الإصطار الخاص بالإي بي آدرس وطبعا هو هنا رح يكون الإصطار السادس عندنا الحقل الثاني اللي هو traffic class وهو مثل الحقل type of surface لو نتذكره ويستخدم في حالة أن هذه الباكت مثلا يجب إرسالها بشكل سريع emergency فبالتالي نقوم بإعطاءها أولوية ليتم إرسالها يعني حتى لو وصلت مثلا في الراوتر وكان هناك بيانات يتم إرسالها فلابد للراوتر عندما يستلم هذه الباكت أن يقطع عملية الإرسال ويقوم بإرسال هذه الباكت صاحبة الأولوية وبعد الانتهام من إرسالها يعود إلى إرسال باقي البيانات اللي كان بيقوم بإرسالها الخانة الثالثة واللي هي flow label ويستخدم أو يستخدمه الراوتر الذي يرسل البيانات لتمييز مجموعة معينة من الباكت والتي تنتمي لتدفق معين مثل الباكت التي سوف تذهب إلى مثلا شبكة الإنترنت يعني هذا الحاقل يتم استخدامه من قبل الراوتر الذي يرسل البيانات لكي يضع علامات معينة يفهم فيها مثلا أن هذه الباكت ذهب إلى المكان الفلاني هذه الباكت ذهب إلى الشبكة رقم كذا كذا هذه مثلا البيانات ذهبة إلى الإنترنت إلى آخره طيب الحاقل الرابع اللي هو البيلود لينكث وهو مثل الحاقل التوتال لينكث اللي كان موجود في الـ IP دستار الرابع والتوتال لينكث هو عبارة عن رقم يبين لنا حجم الباكت إذن حجم الباكت بشكل كامل سواء كتغليف أو كبيانات رح يتم كتابته في داخل خانة البيلود لينكث الحاقل الخامس وهو الـ Next Header وهو يوضح الطبقة مثلا العليا أو البروتوكول الذي تم استخدامه في الطبقة العليا اللي هي طبقة النقل الترانسبورت لاير هل هو TCB أم UDP إذا كان TCB أو UDP رح يتم تحديد ذلك في خانة الـ Next Header بعد كذا عندنا الخانة السادسة واللي هي الـ Hub Limit وهذه الخانة هي تشبه خانة TTL اللي هي Time to Leave ويمثل عدد الراوترات التي يمكن للباكت أن يمر فيها أثناء طريقه ما بين الجهاز المرسل والمستقبل وذلك لمنع عملية دوران الباكت في داخل الشبكة إلى ما لا نهاية وذلك في حالة حصول عضل للشبكة اللي يتم إرسال البيانات إليها الحقل السابع اللي هو Source Address وهو نفس الموجود هنا في الحقل الرابع وهو يبين الـ IP Address الإصطار السادس للجهاز أو الراوتر المرسل للبيانات وهنا Destination Address وهو يبين عنوان أو العنوان المنطقي للجهاز المرسل إليه هذه البيانات وطبعاً رح يكون من خلال عنوان الإصطار السادس صيغة العنوان المنطقي في الإصطار السادس حجم الـ IP في فيرجين الإصطار السادس أو الإصطار السادس للـ IP هو 128 bit ويتم كتابته بصيغة الـ Hexadecimal أو النظام السادس عشر يعني حروف وأرقام وطبعاً العنوان الإصطار السادس هو مقسم على 8 خانات وفي كل خانة يوجد فيها أربعة أرقام كعدد أقصى ويفصل فيما بين كل خانة وأخرى نقطتين فوق بعضهم يطلق عليها كل مثال سيما احنا شايفين هذا المثال لدينا عندنا هنا خانة، خانتين، ثلاثة، أربعة خانات، خمس خانات، ست خانات، سبع خانات، ثمانية خانات وفي كل خانة كعدد أقصى أربع أرقام ويفصل بين كل خانة وخانة نقطتين فوق بعضهم البعض يطلق عليهم كولن ممكن طبعاً نطلق على هذه باللغة الإنجليزية octet أو field يعني في كل الحالتين راح تكون باللغة العربية تعني خانة وزي ما احنا تكلمنا نحن نستطيع أن نحاطد القيمة المحجوزة للشبكة والقيمة المحجوزة للهوست من خلال البرفكس وراح نتكلم عنها نعود للآي بي أدرس وزي ما احنا شايفين العنوان كبير جداً ولكن زي ما احنا شايفين ما شاء الله كيف طريقة كتابته يعني أكيد أي واحد راح يشوف راح يقولون طريقة كتابته طويلة لكن عندنا ميزة موجودة في الإصطار السادس وهي اختصار العنوان ولكن عملية الاختصار تخضع لقوانين يجب الالتزام فيها لأجل القيام بعملية الاختصار للعنوان الائي بي فرج الإصطار السادس بالشكل الصحيح حيث يوجد لدينا ثلاثة قواعد وهي كالتالي القاعدة الأولى في عملية اختصار للعنوان المنطقي الإصطار السادس وهي أن أي خانة تكون أربع أصفار عندها يمكننا اختصارها إلى صفر واحد الآن يصبح شكل العنوان المنطقي الإصطار السادس بالشكل التالي مثلا عندنا هذه الخانة عبارة عن كم؟ أربع أصفار احنا ممكن نختصرها فقط إلى صفر واحد عندنا هذه الخانة أيضا عبارة عن أربع أصفار نختصرها إلى صفر واحد القاعدة الثانية في عملية اختصار عنوين الإصطار السادس وهي أن أي صفر أو مجموعة أصفار على يسار الخانة من الممكن عدم كتابتها فيصبح بالشكل التالي شوفوا لحظوا معي على اليسار ليس على اليمين فمثلا لدينا هنا في الخانة الثالثة في صفر على اليسار ما لقيمة فوقتها راح نكتب العنوان واحد صفر صفر أما الأصفار اللي على اليمين لا يتم اختصارها وإنما يتم إلغاء الأصفار اللي على اليسار بعد كده عندنا هنا تهم صفر واحد صفر واحد عندنا هنا الخانة الأخيرة الخانة الثامنة في صفر قبل D على اليسار صفر على اليسار فيتم اختصاره فيتم كتابة العنوان إلى D الصفر هذا ما يتم اختصاره لأنه في المنتصف الصفر اللي يكون في المنتصف أو في اليمين لا يتم اختصاره أو أعفوا إلغاؤه وإنما يتم إلغاء الصفر اللي يكون على اليسار فقط فلاحظوا معايا كتبناها D0B وتم إلغاء الصفر اللي موجود على اليسار القاعدة الثالثة وهي لو كان في الاسطار السادس أكثر من خانع واحدة وكلها عبارة عن أصفار يمكننا اختصارها إلى دبل كولين وسيكون الـ IP Address بالشكل التالي لاحظوا عندنا هنا عندنا خانتين كلاهما صفر فوقتها ممكن نختصرها إلى دبل كولين بمجرد النظر نحن إلى دبل كولين فرح نعرف أن هذه الخانات كانت عبارة عن أصفار فلاحظوا معايا تم اختصار العنوان بشكل مختصر وطبعا العنوان عدد الأرقام اللي فيه قلت عن ما كان عليه في المرة الأولى نأخذ مثال ثاني لكي تكون العملية أوضح فلدينا العنوان اللي احنا شايفينه يبدأ بـ 2001 وينتهي بـ 0001 فلو اختصرناه بالشكل هذا فرح يعتبر الجواب خطأ ورح تعتبر عملية الاختصار هذه عملية اختصار خاطئة والسبب في ذلك أن قاعدة دبل كولين يجب أن تكتب مرة واحدة فقط في العنوان المنطقي زي ما احنا شايفين هنا تم كتابتها مرتين هنا مرة وهنا مرة طبعا هو تم اختصار الخانة هذه والخانة هذه خنتين وعندنا الخانة هذه والخانة هذه أيضا خنتين تم على أساسها أن مدام هي هذه الخانتين كلها أصفار تم اختصار الأولى بدبل كولين وتم اختصار الثانية بدبل كولين وهذه عملية اختصار خاطئة وذلك لأن كل عنوان منطقي استار ساتس يجب أن يتم اختصار فقط بدبل كولين واحدة ويجب أن لا تتكرر الدبل كولين مرتين أو أكثر من مرة على مستوى العنوان الواحد ولا يهم مكان كتابتها وإنما تكتب بمرة واحدة فقط يعني ممكن نختصر فيها الخانتين هذه أو الخانتين هذه في كل الحالتين مش مهم المهم أنه يتم كتابتها بشكل بطريقة يعني يتم كتابتها مرة واحدة فطريقة اختصار هذا العنوان بشكل صحيح هي عندنا هنا تم كتابة الدبل كولين لأول خانتين أصفار أو كتابة الدبل كولين لثاني خانتين أصفار طيب وباقي الخانات اللي راح تكون أصفار راح نستنتجها إلى صفر صفر ولاحظوا هنا الخانة الأخيرة اللي كان كلها ثلاثة أصفار على اليسار تم اختصارها بواحد وتم إلغاء هذه الثلاثة أصفار قيمة الشبكة والبرفكس فاليو الآن لدينا هذه الشبكة اللي احنا شايفينها أمامنا اللي هي تكون تابعة لعنوان الشبكة بحيث نقوم بجمع الأحجام الأحجام الخاصة بعنوان الشبكة وكل عندنا هنا عندنا كل فيلد أو كل حقل هو بحجم ستعشر بيت خلينا نفترض أن عدد الحقول الخاصة والتابعة للشبكة هي خمسة حقول وبالتالي راح نقول أن عندنا خمسة يعني عندنا هاي حقل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هذه الخمسة كلها تابعة لصالح عنوان الشبكة وقتها راح نضرب خمسة في ستة عشر لأنه كل خانة بتساوي قيمة ستة عشر بيت فخمسة ضرب اثناش راح يكون الناتج هو ثمانين بيت فوقتها راح نكتب قيمة الفاليو بالشكل التالي سلاش ثمانين فبالتالي نستنجج أن عدد ثمانين بيت هي لصالح عنوان الأجهزة تماما مثل CIDR هي نفس فكرة CIDR هي نفس فكرة البرفكس فاليو بس الفرق بينه وبين الإصدار الرابع أنه لا يوجد هنا سبنت ماسك أو قناع شبكة زي ما كنا نستخدم في العنوان الرابع وإنما يتم استبداله بقيمة الفاليو البرفكس فاليو اللي ممكن أيضا يطلق عليها الCIDR إلى هنا حنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو لكن إن شاء الله راح يكون الفيديو القادم الجزء الثاني اللي راح نتكلم فيه عن TCB IP الإصطار السادس وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو وعلى أمل أن ألقاكم في الفيديو القادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته